الموقف الألماني المصطلح الإبادة الجمعية للأرمن ألمانيا كانت حريصة على مدى السنوات الماضية مثل الولايات المتحدة بريطانيا كثير من الدول الأوروبية التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع أنقرع على عدم تعكير صفه هذه العلاقات وأيضا الأسباب أخرى وجود جالية تركيا كبيرة في ألمانيا أيضا لأن ألمانيا كانت حليفة لتركيا العثمانية أثناء الحرب وبالتالي اعترفها بهذه الإبادة الجمعية يحملها جزء مسؤولية ولكن ما حدث منذ أن استخدم بابا الفاتيكان هذا المصطلح وهناك أعضاء في الأحزاب الألمانية المختلفة بمختلف أطيافها تطالب الحكومة الألمانية بمراجعة موقفها الرئيس الألماني نستطيع أن نقول أنه أحرج الحكومة الألمانية أمس باعتبار أعلى سلطة رسمية في ألمانيا رغم أنها هذه السلطة الشرفية عندما استخدم هذا المصطلح اليوم رئيس البرلمان أيضا قبل بدء النقاش استخدم هذا المصطلح وبالتالي حدث نوع من الدين الماكية في النقاش الأحزاب الألمانية استخدمت هذا المصطلح ولكن البرلمان لم يصدر قرارا ملزما للحكومة الألمانية حتى الآن تمت أجيل ذلك للصيف المقبل ويتم دراسة الآن إصدار بيان مشترك يعني يمكن أن يمسك العصم المنتصف نعم ما زل لكن من الوضح رؤم ذلك أن هناك شبه إجماع داخل الطبقة السياسية الألمانية رئيس البرلمان معظم الأحزاب السياسية على وصف هذه المجازر بالإبادة الجماعية وهنا تسأل المرء أليس مغامرة من جانب ألمانيا ونحن رأينا كيف كان رد فعل تركيا تجاه النمسة التي اعترفت بها كإبادة جماعية حيث سهبت أنقرة سفيرها من هناك أليس مغامرة من ألمانيا خاصة لأهمية تركيا بالنسبة للعلاقات التركية والألمانية نعم ولكن حكومة الألمانية رسميا عادل تحاول أن تمسك العصر من المنتصف المتحدث باسم الحكومة لم يستخدم هذا المصطرح اليوم وزير خرجي الألماني شتاين ماير أيضا انتقد في الحقيقة بشكل غير مباشر ما فعله البرلمان اليوم تركيا حتى الآن يصدر عنها أي رد رفع لرسمي سواء أن الوسائل الإعلام التركية انتقدت ما حدث في ألمانيا وما قاله الرئيس الألماني جاء أعتقد أنها ستكون أمامنا فرصة حتى الصيف حتى يصدر البرلمان الألماني بيانا كالتزم بالحكومة الألمانية ربما يكون هناك مجال للتحرك الدبلوماسي يعني بين البلدين وسنتابع معك على كل حال آخر التطورات مرسلنا للشؤون السياسية مازين حسن شكرا لك على ملاخلتك معنا مرسلنا للشؤون السياسية